اشتبه العمر للسلطات الآذرية بأنه يستطيعون بدعم إسرائيلي ودعم تركي يستطيعون أن يحرضوا الآذريين في إيران ضد الحكومة المركزية لصالح أزربايجان هذا كان يحتاج إلى الرأس ولذلك أقول أيضا للمشاهدكم الجنود التي استقروا في المناورة من الحرس الثوري هم من لواء عشورة لواء عشورة لواء يختص بمحافظات آذرية في إيران يعني أصلا الحرس الثوري لم يرسل جندي غير آذري إلى الحدود حتى يعطي رسالة للجمهورية الأزربايجان بأن هذا التقييم هذا التحليل عندهم خطأ 100% وهم يكررون خطأ صدام